يقف تجمع الخان الأحمر البدوي في محيط مدينة القدس المحتلة أمام تحديات كبيرة بعد قرار غير قابل للناقض أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بهدم التجمع وتهجير سكانه إلى منطقة جديدة تسمى بوابة القدس قرب بلدة العزرية بهدف ضمه إلى مشروع القدس الكبرى أو ما يعرف بمشروع إيوان الهادف لربط المدينة المقدسة بمستوطنة معليا دميم وتقطيع أواصر الضفة الغربية وعزلها بشكل نهائي عن مدينة القدس المحتلة ذات المصير سيواجهه 23 تجمعا بدويا تقع شرق مدينة القدس المحتلة ويقطنها قرابة خمسة آلاف مواطن هو القرار خطر على كل الدفر الغربي مش بس علينا لوحدي هو القرار خطر على بعض صلاحية للجيش بتهديم وترحيل أي مواطن فلسطيني يسكن في مناطق سي 35 عائلة فلسطينية يقدروا عددهم في الوقت الحالي ب190 نسمة يقطنون في تجمع الخان الأحمر البدوي منذ عام 1953 بعد تهجيرهم قصرا من أراضيهم في منطقة النقب عام 1948 فهذه المدرسة تضم 170 طالبا وطالبة من خمسة تجمعات بدوية سيحرمون من التعليم عندما تنفذ جرفات الاحتلال قرارها وتحول المكان إلى كومة من الركام لواجه هذا من البيوت هاي 190 أطفال مين بدون مقدون الشمس درجات حرارة تتعدى 45 في السحراء مياه يعني هسا مياه بتقدر تغسل فيها كيف بدك تشرب القيادة الفلسطينية حذرت إسرائيل من المساس بالتجمعات البدوية وطالبت الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جينيف بضرورة التحرك العاجل ومنع اتخاذ هذه الإجراءات العنصرية بحق الفلسطينيين معتبرة أن القرار يعد بمثابة تهجير جماعي وتمييز عنصري وعرقي ليتمكن المستوطنون من السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية بعد قرار هدم التجمع البدوي لا يعرف متى ستأتي الجرفات الإسرائيلية لتهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها لأن المواطنين الفلسطينيين هنا لن يقبلوا بترك أرضهم ولا حتى لوجود بدائل عن هذا المكان من تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس المحتلة رائد الشريف الغد فلسطين اشتركوا في القناة